السلام عليكم ازيكم شباية بروتكم مستحق وخير ومستمرين في سلسلات شرحات تطبقات الجود لوك اللي موجودة على قناتي حصريا. طبعا يا شباب الناس اللي بتسأل اه بفين بقية التطبقات اللي انت بتشرحها. انا طبعا بسيب لك في عنوان الفيديو هاشتاج باسم تطبقات جود لوك. هتقدر تدوس على الهاشتاج ده. وهتلاقي الفيديوهات اللي انا نزلتها عن تطبيقات كاملة. هنشرح فيه تطبيق اسمه طبعا اللي ما عرفش فيكم تطبيق وهو السيد جيد. اه طبعا نبدأ باللغة العربية. لو انت حاولت جازك باللغة العربية التطبيق مش هيتغير معك للغة العربية. زي ما قلت التطبيقات دي مش متوفقة مع الدولة العربية. لانها مش اصلا مش مدعمة في الدولة العربية. بايه وزيفة التطبيق ده? هنفتح كده التطبيق و هنقراه. اول حاجة هتلاقيه هنا يعني مغلق. فهتفتحه على طول. وهنركز هنا في الحاجات اللي انا دي كلها اللي انا فتحها. في ناس تحب تدأ قوي في الاشعارات اللي اللي جات لها. وفي ناس بتفوتها باشعارات او انت بالغلط جات لك اشعاره بتمسحه كده بالغلط. فانت مش بترجع له تاني او مش بتعرف ترجع له او تقرأ الرسالة او الاشعار ده. ولكن في التطبيق ده او الميزة ده في التطبيق ده. الخاص لسامسونج هيقدر يرجع لك الاشعارات اللي انت عملتي لها سوايب او مسح او اللي انت اصلا ما قلتها او في حد بعتك رسالة وحزفها بعدك كده وانت اصلا ما لحقت اشتقارها حاجة. فالتطبيق ده مفيد جدا في الحاجات اللي انا اتكلمت عليها من شوية. طيب يا شباب يعني ايه والزي هنفعله? اول خيار معنا اسمه وهو الحاجات اللي احنا بنتفاعل فيها او الحاجات اللي احنا بنتفاعل فيها في الجهاز يعني ايه? يعني دلوقتي تليفونك احتز بيحسب لك الاحتزازة فيها تليفونك. وكمان من اني تطبيق. لو حد رنة عليك بيحسب لك الرنة والاحتزازة اللي احتز فيها تليفونك. ده طبعا زي ما قلت يا شباب تطبيق دقيق جدا في كل حاجة انت بتعملها في الجهاز. طبعا انا تليفوني بيهتز مسلا لما اجي ارجع الورا. في اول مفتح كده هنلاقي هنا حاجة جديدة وهي احتزاز جديد اهو. ونرجع كده يا شباب. اختصارا ليه التطبيق ده? فالتطبيق ده لناس معينة لناس تحب الدقة في الحياة. تحب كل حاجة عايزة تعرفها في تحصل في التليفون. فالتطبيق ده مفيد جدا لك لو انت من النوع اللي تحب كل تفصيل هتعدى على التليفون تشوفها. آآ طبعا التطبيق ده هسيب لك رابط في الديسكريبشن. هتفتحه كده هتلاقي التطبيق خارج تطبيق الناس لك. وانا كده يكون وصلت نهاية الفيديو. كده من انساش تشترك بالقناة وتفزير القرص. وانا ننسى تشتبه الصباح على قناة. والسلام عليكم.